بسم الله الرحمن الرحيم في الحصة دي هنعمل مراجعة شاملة على الوحدة الاولى في جبرة تانية اعداد الترمي الاول هنراجع على الوحدة الاولى كلها فهنجسم الحصة على جزئي الجزء الاول هنلخص فيها الوحدة والجزء التاني يكون مثائل وهنفض حوالي 33 سؤال من كراست المعاصر كنا عاملين مراجعة دابل كده على الوحدة الاولى المراجعة اللي كنا عاملينها دابل كده ركزنا فيها على مسال الكتاب انما النهاردة هنركز على مسال المعاصر وهتلاقي المراجعتين دول بيكملوا بعض فياريت تسمعهم هما الاثنين وهسيب لكم كل المراجعات في اخر الحصة تعني نبدأ بالجزء الاول ملخص الوحدة هنحاول نلخص الوحدة الاولى في 9 مبط اول نقطة معانا اللي هو الفرج بين الجزر التربيعي والتكعيبي في الجزر التربيعي الجزر التربيعي للتسعة معناها عايزين عدد نضربه في نفس ويدينا تسعة اللي هو التلاتة تلاتة في تلاتة بيساو تسعة ايبه الجزر التربيع للتسعة بيساو تلاتة انما في الجزر التكعيبي الجزر التكعيبي للتمانية معناها عايزين عدد نضربه في نفسه 3 مرات يدينا 8 اللي هو اللي 2 2 في 2 في 2 يدينا 8 يبقى الجزر التكعيبي للـ 8 يسوي 2 في الجزر التربيع لو لقينا سالب تحت الجزر ده ما ينفحش نجيب له جزر تربيع ما ينفحش نجيب جزر تربيع لعدد سالب إنما لو فيه سالب تحت الجزر التكعيبي عادي ينفع نجيب الجزر نزل السالب وهات الجزر التكعيبي عادي الجزر التكعيبي لـ 27 يسوي 3 لما تلاجوا قص تحت الجزر التربيعي اكسم القص على الاثنين لما تلاجوا قص تحت الجزر التكعيبي اكسم القص على تلاتة عايزين الجزر التربيع لسينوس 6 نزل سين وكسم القص على 2 6 على 2 فيها الـ 3 إبه جزر سينوس 6 سينوس 3 هنا عايزين الجزر التكعيب لسينوس 6 في الأول نزل سين وكسم القص على 3 6 على 3 فيها الـ 2 إبه جزر التكعيب لسينوس 6 سين قص 2 آخر نقطة هنا هيعكس هيديك الناتج وعايزين العدد اللي تحت الجزر بقولك الجزر التربيع لسيني سوى 5 سين دي بكام؟ ممكن تقول ايه العدد اللي الجزر التربيع بتاعه بخمسة اللي قال خمسة وعشرين. ايبا سين دي بخمسة وعشرين. او احنا كنا بنقول لو عايز تدخل الخمسة دي تحت الجزر التربيع يرباحها وضروبها في نفسها مرتين. لو عايز تدخل الخمسة تحت الجزر التكعيبي كعبها وضروبها في نفسها تلات مرات. الخمسة دخلها تحت الجزر التربيع رباحها خمسة في خمسة وعشرين. الخمسة اللي دخلها تحت الجزر التكعيبي كعبة خمسة في خمسة في خمسة بمية خمسة وعشرين ده هو النقطة معنا اللي هي الجزر التكعيبي تعال نشوف تانو نقطة النقطة التانية معنا اللي هي الاعداد العداد النسبية والاعداد غير النسبية والاعداد الحققية العداد النسبية هو اي عدد تقدر تكتبه في صورة بسط ومقام زي 3 على 5 او العداد اللي تقدر تجيب له جزر تربيعي او جزر تكعيبي زي الجزر التربيعي للتسعة 9 لها جزر تربيع بيسة وتلاتة زي الجزر التكعيب للتمانية نقدر نجيب الجزر التكعيب للتمانية اللي هي اثنين انما الاعداد الغير نسبية هي الاعداد اللي ما تقدرش تجيب لها جزر زي جزر سبعة مفيش عدد تضرب في نفسه اديك سبعة فاسمه عدد غير نسب زي الجزر التكعيب للاربعة مفيش عدد نضرب في نفسه تلات مرات ادينا اربعة فده عدد غير نسب وزي كمان الباي البي دي تنتمي للأعداد الغير نسبية البي اللي هي قيمتها تقريبا بـ 3 و 14 من 100 أو بـ 22 على السبعة تقريبا برضو تنتمي للأعداد غير نسبية الأعداد الحقيقية دي أم الأعداد تشمل الأعداد النسبية والأعداد غير نسبية نقدر نكتبها الثلاث طرق ممكن نقول له عبارة عن الأعداد النسبية اتحاد الأعداد غير نسبية أو ممكن نقول له عبارة عن ثلاث مجموعات عبارة عن حها المجابة عن الأعداد المجابة وحاها السالبة ومعهم كمان الصفر الصفر ولا موجب ولا سالب وممكن نكتبها على صورة فترة هي تشمل كل الاعداد يعني من سالب مالا نهاية إلى موجب مالا نهاية فأنت عندك الاعداد الحققية تقدر تكتبها بثلاث طرق هي عبارة عن نون اتحاد نون شرطة يعني نسبة وغير نسبة أو عبارة عن حاها الموجبة وحاها السالبة والصفر أو على صورة فترة من سالب مالا نهاية إلى موجب مالا نهاية خلي الاشكال دي قدامك ونحل عليهم النقطة دي اول نقطة عايز نون تقاطع نون شرط تقاطع يعني المشترك ايه المشترك بين النسبة وغير نسبة مفيش مفيش حاجة مشتركة بينه يبب التقاطع بتاعهم فار طيب عايزين نون اتحاد نون شرط يعني لما حط النسبة مع غير النسبة لما تحط النسبة مع غير النسبة يديك ها نون اتحاد نون شرطة يدينا ها طيب عايزين ها فارج نون. لما نشيل منها نون. هيتفضل لك مين? هيتفضل لك نون شرط. طب هنا عايزين حاول موجبه تقاطح هالسالبة. المشترك بين الموجب والسالب مفيش. فات. ده موجب وده سالب. ده مكسب وده خسارة. مفيش تقاطع بينهم. وزي ما قولنا قبل كده اي موجب وسالب التقاطع بتاعهم على كوب فات. اي موجب اتحاد سالب يديك حاجة ستار. حاول موجبه اتحاد حاول سالبة يديك حاجة ستار. اللي هي حاجة كلها مع عدد الصفر. اخر واحدة هنا. عايزين حاول موجبه دي عايزين نكتبها على صورة فترة. العداد الموجبه عايزين نكتبها على صورة فترة. العداد الموجبه اللي هي واحد اتنين تلاتة اربعة الى مالة نهاية. لما تيجي تكتبها على صورة فترة ابدأ بالصفر لكن خل الصفر مفتوح. ابدأ بالصفر وامشي الى موجة بمالة نهاية. طب لما بدأتناش بالواحد? لان في اعداد مجابة كتير بين الصفر والواحد. اللي بين الصفر والواحد زي النص تلت وربع وخمس وهكذا. في اعداد كتير مجابة بين الصفر والواحد. فاحنا الصح نبدأ من الصفر بس نخليه مفتوح. الى موجة بمالة نهاية. لبا الاعداد المجاب على صورة فترة ابدأ من صفر الى موجة بمالة نهاية. لكن الصفر اخليه مفتوح. وطبعا المالة نهاية دايما مفتوحة. طب لو عايز الاعداد السالبة. هبدأ من صفر الى سالم ما لا نهاية. بس نكتب سالم ما لا نهاية الاول عشان هي الصغيرة. من سالم ما لا نهاية لصفر. ونخلهم هما الاتنين مفتوحين. دي تانو نقطة معانا اللي هي الاعداد الحقيقية. تعال نشوف تالت نقطة. النقطة التالتة معانا اللي هي علاقة الترتيب في حق. واول فكرة فيهم اللي هو المقارنة بين عددين حقيقيين. يا عايزين نقارن بين جذر عشرة وتلاتة. عايزين تقارن بين اي عددين لازم يكونوا شبه بعض. لازم هما الاتنين يكون فيهم جذر تربيعي. او هما الاتنين يكون فيهم جذر تكعيبي. ازاي نخليهم شبه بعض. جذر عشرة دي نزلها زي ما هي. عشان ملهات جذر تربيعي. التلاتة خلي فيها جذر تربيعي. هي التلاتة كان اصلها كام? التلاتة كان اصلها جذر تسعة. عايز تخلي فيها جذر رباحة. تلاتة في تلاتة بتسعة. كده خلناهم شبه بعض. الكبير جذر عشرة ولا جزر تسعة الكبيرة هنا جزر عشرة. كبه جزر عشرة اكبر من تلاتة. نفس الكلام هنا. عايزك قارن بين جزر التكعيب للسبعة واللتنين. جزر تكعيب للسبعة نزيلة ما لهات جزر تكعيبي. اللي اتنين هنحولها لجزر تكعيبي. هي اللي اتنين دي كان اصلها كان? كان اصلها الجزر التكعيبي للتمانية. عشان تخلي فيها جزر تكعيبي كعابة. اتنين في اتنين في اتنين بتمانية. كده خلناها مشابهة بعض. الكبير جزر التكعيب للسبعة ولا جزر التكعيب للتمانية كبير جزر التكعيب للتمانية يبقى الاتنين هنا هي الكبيرة. تاني مثلا معنا بيقول لي العددان الصحيحان اللي زان ينحصر بينهم جزر 18. عايزة عرف جزر التربيع للتمنتاشر محصور بين الكام والكام. عشان تعرفوا محصور بين الكام والكام هتجيب عدد جبل التمنتاشر يكون لي جزر تربيع. وعدد بعد الثمنتاشر بس يكون لي جزر تربيعي. اللي جاب للتمنتاشر ليه جزر تربيعي? انزل كده السبحتاشر مليهاش الستاشر ليه. يبقى اللي جاب لي جزر تمنتاشر جزر ستاشر. طب عايزين عدد بعد الثمنتاشر يكون لي جزر تربيعي. ساعتاشر مليهاش العشرين مليهاش هتلاقي الخمسة وعشرين. يبقى بعد الثمنتاشر جزر خمسة وعشرين. هات الجزور. جزر الستاشر اربع وجزر الخمسة وعشرين خمسة. يبقى العددين اللي عايزين هم اربعة وخمسة. في الحصص كنت بقول لكم هنا هاتوا العدد الاول بس وزود عليه واحد. يعني اللي جاب لي جزر تمنتاشر جزر ستاشر. جزر الستاشر كام? اربعة. زود واحد على الاربع يساوي خمس. يبقى العددين اربعة وخمسة. يعني ممكن ما نجيبش العدد ده. هاتي الاول وزود عليه واحد. نفس الفكرة هنا. بيقول لي اذا كان جزر التكعيب للعشرة اكبر من سين واصغر من سين زاد واحد. عايزين قيمة سين. عايز سين يعني عايز العدد اللي جاب للعشرة بس لازم يكون ليه جزر تكعيبي. ايه العدد اللي جاب للعشرة ليه جزر تكعيبي? انزل كده تحت العشرة تسعة. ملها الجزر تكعيبي. التمانية التمانية ليها جزر تكعيبي. يبقى اللي جاب للجزر التكعيبي للعشرة الجزر التكعيبي للتمانية. كامي الجزر التكعيبي للتمانية اتنين? يبقى مكان السين دي اتنين. هنا عايز السين يعني عايز العدد الاول بس. يبقى قمت السين باثنين. نفس الفكرة لكن بطريقة تاني. عايزين اقرب عدد صحيح للعدد جزر تسعتاشر. التسعتاشر ما لهات جزر. بس في عدد جريب منها لجزر تربيعي. وملناش دعوة هنا جابليها ولا بعديها. المهم يكون جريب منها. التسعتاشر جريبة من كم يكون لي جزر تربيعي جريبة من الستاشر. يبقى اقرب حاجة الجزر التسعتاشر جزر ستاشر. بكم جزر ستاشر بيساوي اربعة. يبقى اقرب عدد صحيح لجزر التسعتاشر هو الاربعة. نفس الفكرة. عايزين اقرب عدد صحيح للجزر التكعيبي للخمسة وعشرين. الخمسة وعشرين ما لهات جزر التكعيبي. لكن في عدد جريب منها لجزر التكعيبي. مين اللي جريب من الخمسة وعشرين? السبعة وعشرين. يبقى اقرب حاجة لجزر التكعيبي الخمسة وعشرين جزر التكعيب السبعة وعشرين. هات جزر التكعيب السبعة وعشرين يساوي تلاتة. دي النقطة التالتة معانا تعانشوف النقطة الرابعة. النقطة الرابعة معانا اللي هي العمليات على الجزور التربعية او العمليات على الجزور التكعيبية. العمليات اللي هما الجمع والطرح والضرب والجسم. اول سؤال عايز يجمع اتنين جزر خمسة زائد اربعة جزر خمسة. عندنا شرط للجمع. لازم الجزور دي تكون متشابه. لما كانتش متشابه نفحش نجمع او نطرح. طب ازاي نجمع بنجمع المعاملات بس. اللي هما اللي اتنين والا اربعة. والجزر تنزله زي ما هو. اجمع اتنين واربعة ستة ونزل جزر خمسة. لبا النهاية الستة جزر خمسة. نفس الكلام في التكعيب. عايزين نجمع جزر تكعيبي للسبعة زائد جزر تكعيبي للسبعة. اللهم اشبه بعض البين فانجمعه. هنجمع المعاملات بس. دي اعتبر جاب ليها واحد ودي جاب ليها واحد. واحد زائد واحد يسوي اتنين ونزل جزر التكعيبي للسبعة. ده بالنسبة للجمع او الطرح. بالنسبة للضرب بنضرب ضرب عاد. جزر اتنين في جزر تلاتة. نزل جزر وضرب ضرب عاد. اتنين في تلاتة بستة. لو الستة دي لها جزر تربيعي هاتو. لو مالها اسيبها زي ما هي. 6 مالها الجزر فاسيبها زي ما هي. نفس الكلام هنا. جزر التكعيب للاربع في جزر التكعيب لل 16. هنضرب ضرب عادي. انزل الجزر التكعيبي واضرب. 4 في 16 باربعة وستين. الاربعة وستين ليها جزر تكعيبي. بتساوي اربعة. ده بالنسبة للضرب. بس لما يكون العددين مختلفين. طيب لو العددين متشابهين. كنا بنقول اضرب الجزر فروح وتطلع روح. جزر خمسة في جزر خمسة يديك خمسة. تعتبر بتلغي الجزء وتاخد العدد اللي تحت الجزر. جزر خمسة في جزر خمسة يديك خمسة. بطريقة تاني جزر خمسة تربيع. انا بنقول التربيع يلغي الجزر التربيع. هيتوضل لك خمسة. في الجزر التكعيب امتى ناخد العدد اللي تحت الجزر? لو كان الجزر مضروف في نفسه تلات مرات. جزر التكعيب اتنين في جزر اتنين في جزر اتنين اتكرر تلات مرات هناخد العدد اللي تحت الجزر اللي هو اتنين لو نسيت اضرب عادي اتنين في اتنين في اتنين بتمانية جزر التكعيب للتمانية يساوي اتنين لطريقة تاني الجزر التكعيب الاتنين تكعيب بنقول التكعيب يلغي الجزر التكعيب هيتفضل لك اتنين تكعيب ياكل الجزر التكعيبي والتربيع ياكل الجزر التربيع سؤال الرابع معنا توزيع. تلاتة جزر سبعة تربيع. هنا هنوزق. احط التربيع ده مرة فوق التلاتة ومرة فوق جزر سبعة. يعني هنضرب التلاتة في نفسه مرتين وجزر سبعة في نفسه مرتين. تلاتة في تلاتة بتسعة. في جزر سبعة في جزر سبعة خد العدد اللي تحت الجزر. اللي هو السبعة. لان احنا قلنا التربيع بيلغي لك الجزر. يبقى تساوي تسعة في سبعة. تسعة هنوزع مرة للتنين ومرة للجزر خمسة. هنكعب ال الاتنين الوحدية وجزر خمسة الوحدية. كعب ال الاتنين اتنين في اتنين في اتنين بتمانية. فيه؟ جزر التقعب للخمسة لما الكعبة وان التقعب يلغلك الجزر. اتوضل لك خمسة. تمانية في خمسة بتساوي اربعين. تبا هنا وزعنا. نفس السؤال لكن هنا زيت. خمسة زيت جزر تلاتة تربية. هنا ماينفحش نوزع Limpjej ماينفحش نوزع عشان ده جامع الجامع والطرح مافوش توزيع احنا بنوزع في الضرب بس في الضربها وللأسما انما الجامع والطرح مافوش توزيع طب نحmelها ازاي المقدار الي في وجه تاربيع ده للقانون الاول في نفسه والتاني في نفسه واول في التاني في الاتناه فاشنا عنا عود في القانون خمسة فكمسة بخمسة وعشرين الاف Blues بدايما نموجة جزر تلاثة جزر تلاتة 1988 العدد اللي تحت الجزر اللي هو تلاتة. اللي شر اللي في النص موجة بحطة هنا موجة. هتضرب الاول في التاني في اتنين. خمسة في جزر تلاتة بخمسة جزر تلاتة. في اتنين كمان بعشرة جزر تلاتة. كده عوضنا في القانون هنجمع المتشابه. عندك الخمسة وعشرين والتلاتة دول اقدر اجمعه. انفحش نجمعه مع الجزر. هجمع خمسة وعشرين وتلاتة تمانية وعشرين. والعشر جزر ثلاثة دي تنزل زي ما هي. ايبا الناتج النهاي سيو ثمانية وعشرين زياد عشر جزر ثلاثة. بخلي بالك الجامع والطرح لي قانون. انما في الضرب بنوزع عادة. السؤال السادسة عايزي ادرب جزر اتنين في سبعة. لما تدرب عادة في جزر نزلو مجانب بعض. سبعة في جزر اتنين بسبعة جزر اتنين. زي ما سمدون بقول سبعة في سين بسبعة سين. نفس الفكرة. هنا برضو. عايزين نضرب تلاتة في اتنين جزر التكعيبي للتسع. هتضرب الاعداد بس. والجزر ينزل زي ما هي. تلاتة في اتنين بستة. ونزل الجزر التكعيبي للتسع. اخر فكرة لو عايزين نفك الجزر. عايزين نفك جزر تمنتاشر. نخليها بصورة الف جزر بين. عشان نفكها شوف كام في كام يديك تمنتاشر. بس لازم عادة فيهم يكون ليه جزر تربيا. ايه التمنتاشر كام في كام تنفع تلاتة في ستة او اتنين في تسعة. هنختار مين فيهم هختار اتنين في تسعة. ايش معنا عشان التسع لها جزر تربيا. يبا احنا في الاولا هنخلي التمنتاشر اتنين في تسعة. كنا بنقول الجزر ده زي السجن. ما يطلحش منه غير اللي ليه وسطة. ايه الوسطة بتاعته ان يكون ليه جزر. مين اللي يطلع برا هنا التسعة. التسعة لها جزر فهنطلحها برا الجزر. جزر التسعة كام تلاتة. انما اللي اتنين ما لها الجزر فتفضل محبوسة تحت الجزر. ايبا تساوي تلاتة جزر اتنين. طلعنا التسعة بتلاتة ونزلنا اللي اتنين زي ما هي. نفس الفكرة هنا. الجزر التكعيب للستاشر. عايزين نفكها. نشوف كام في كام يديك ستاشر. والله الستاشر دي تنفع اربعة في اربعة وتنفع اتنين في تمانية. احنا نختار اتنين في اتنين. مش معناه عشان التمانية لها جزر تكعيبي. اللي ليه جزر تكعيبي طلعه برا. واللي ملوش خليه محبوس تحت الجزر. التمانية لها جزر تكعيبي. هنطلحها برا. جزر التكعيبي للتمانية كام اتنين. اللي اتنين دي ما لها الجزر تبضل محبوسة تحت الجزر. اخر فكرة هنا لما يكون في كسر تحت الجزر. لما تشوف كسر تحت الجزر في الحالة دي تضروبها فنفسها مرتين تدخل اربعة عشان ندخل تخرج جزر التكعيل انكعه ونضروبها فنفسها تلت مراتها تسوي تمانين نحلها – ت pulver أنا فيع unglaub來 نسل الكسر اللي هو النص واكتب فيه الاتنين تدخل الجزر التربيعي باربعة فعد كده تضروبهم في بعض هتختصر على الثانين فيه الو i x 2 هو ضرب 1 في 2 يبيه في الأخر هتسوي معك جزر اثنين نفس الكلام هنا اثنين جزر التكعيب للربع هننزل في الاولي الكاسر اللي هو الربع واللي اثنين تدخل جزر التكعيب بتمانية ايب kalkotinz 8 هنختصروا مع بعض على الاربع فعل واحد على الاربع فعل لاتنين اضرب اثنين في واحد بتاني ايبقى تساوي جزر التكعيبي للتنين دي النقطة الرابعة معنا نتعا نشوف النقطة الخامسة النقطة الخامسة معنا اللي هو خاص الجامعة و الضرب ويهمن هنا خاصيتين بس اللي هو المحايد والمعكوس المحايد الجمعي فيها هو الصفر إنما المحايد الضرب فيها هو الواحد واحد فأي عدد يديك نفس العدد المعكوس المعكوس الجمعي بين غير الإشارة لو العدد موجب خليه سالب لو سالب خليه موجب عايزين المعكوس الجمعي للجزر التكعيب السالب 8 نجيب الجزر الأول جزر التكعيب السالب 8 يديك سالب 2 احنا كده عديلنا العدد بس هنجيب المعكوس الجامع بيساوى موجة باتني انما المعكوس الضرب بيشكل بالعدد لو العدد اسمه آلف على بيه شكله وخلي بيه على آلف عايزين المعكوس الضرب الجازر 5 الجازر 5 دي اعتبر مقامها واحد الشكل بها تبدأ بتسير 1 على جازر 5 وتخليل مقام عدد صحيح هقول لك ازاي تخليل مقام العدد صحيح بعد شوية خلي بالك في المعكوس الجامعي لو عايز معكوس جامع المقدار زي 1 مدد جازر 3 هتغير شرط الواحد ولا شرط الجزر هتغير شرط اللي اتنين هتغير شرط المقدار كن دي موجب واحدة هنخليها سالب واحد ودي سالب جزر ثلاثة خليها موجب جزر ثلاثة يبل ما يكون مقدار يعني حدن مع بعض اتغيرهم هما اللي اتنين عندك كمان الصفر المعكوس الجامع للصفر هو الصفر انما المعكوس الضرب للصفر ده ليس له معكوس ضربي الصفر ليس له ومعقوص درد. دي النقطة الخامسة معنا اللي هي الخواص. النقطة السادة اللي هي المعادلات والمتبينات. المعادلة بيكون فيها يساوي. المتبينة بيكون فيها اكبر من او اصغر من. يعني هي حل المعادلة? يعني تجيب قيمة المجهول اللي في المعادلة. اللي هو هنا مثلا سي. هتحل المعادلة عادي. تود السالب واحد بعكس الاشارة. بعد كده الخطوة التانية تكسم على ال اتنين. اخر خطوة السيل لو لجيت فاجهة تكعيب. الغي التكعيب وهاتي الجزر التكعيبي. السيل لو فاجهة تربيع. الغي التربيع وهاتي الجزر التربيع. بس في التربيع لازم تحط موجب او سال. المعادلة اللي فيها اصت اتنين لازم تكون بحلية. اللي هو ما موجب او سال. دي بالنسبة للمعادلة. المتبينة نفس الكلام. اتود العدد اللي جنب السين بعكس الاشارة. وتكسم هنا عد تلات. الفرج بين المتبينة والمعادلة. الفرج في مجموعة الحل. مجموعة حل المتبينة بنكتبها على صورة فترة. انما مجموعة حل المعادلة بنكتبها على صورة مجموعة. هنا مجموعة لكن في المتبينة بتكون فترة. عندنا ملحوظة في المتبينات. لما نكسب معامل سين على عدد سالب لازم نغير علامة التباين. لو اكبر من خليها اصغر من. والعكس. يعني مثلا متبين اسمها سالب سين اكبر من 3. عايزين نحلة. احنا هنا عايزين نخلص من السالب. وهو يعتبر سالب واحد. عشان تخلص منه تكسم عليه. هكسم هنا على سالب واحد وهنا على سالب واحد. دول هيروحوا مع بعض. اتبضل لك سين. وطالما اكسمن على سالب لازم اغير علامة التباقي. هي اكبر منها هخليها اصغر من. اكسم تلاتة على سالب واحد فيها السالب تلاتة. البسين اصغر من سالب تلاتة. دي النقطة الستة معانة. انا اخذ النقطة السابعة. النقطة السابعة معانة اللي هما العددان المترافقين. لو عندك عدد اسمه اتنين زاية جزر تلاتة. مرافقه زيه بالزب. لكن مختلف عنه في الاشارة اللي في النص. بدل اتنين زاية جزر تلاتة هيب اتنين ناجس جزر تلاتة. بيكونوا شبه بعض لكن مختلفين في الاشارة اللي في النص. ازاي نضرب العدد في المرافق بتاعه بضرب الاول في الاول ناقص التاني في التاني يعني هتضرب اتنين في اتنين باربع موجب في سالب بسالب جزر تلاتة في جزر تلاتة هيديك تلاتة اطرح دول اربع ناقص تلاتة بواحد بل ما ضربت العدد في المرافق بتاعه النات السوى واحد وخد ملحوظة اي عدد تضربه في مرافقه لازم يديك عدد نسبي يعني مش هطلع لك جزور ابدا لازم يديك عدد نسبي لذلك لو قلت اجعل المقام عددا نسبيا عندنا عدد اسمه اتنين على جزر سبع موجب جزر خمسة عايزين نخلي المقام ده عدد نسبي يعني عايزين نخلص من جزور عشان تخلي المقام عدد نسبي بتضربه المرافق بنضرب في مرافق المقام بسطا ومقاما احنا هنضرب في مرافق مرافق جزر سبعة موجب جزر خمسة ابقى جزر سبعة زائد جزر خمسة بنغير الشارع واكتبها تاني تحت جزر سبعة زائد جازر خمسة. كيف هضرب دول? هضرب بس ببس مقال في مقام. قلنا في الحصة البس نزلهم جانب بعض. الاتنين وجازر سبعة زائد جازر خمسة. هنزلهم جانب بعض. هضرب المقامات بس. هضرب الاول في الاول والتاني في التاني. جازر سبعة في جازر سبعة يديك سبعة. مالس. جازر خمسة في جازر خمسة يديك خمسة. اطرح دول. سبعة نالس خمسة باتنين. كده نقدر نختصر. الاتنين اللي تحت اتروح مع الاتنين اللي فوق. هتفضلك من في البس? هتفضلك جزر سبعة زائد جزر خمسة. كده فعلا خلينا المقام عدد نسبي. نفس الفكرة هنا. ستة على جزر تلاتة. عايزين نخلي المقام عدد نسبي. يعني عايزين نخلص من الجزر. عشان تخلص من الجزر بتضربه في نفسه. هنضرب فوق في جزر تلاتة وتحت برضو في جزر تلاتة. تعني نضرب كده. ستة في جزر تلاتة بستة جزر تلاتة. نزله جنب بعض. جزر تلاتة في جزر تلاتة خد العدد اللي تحت الجزر اللي هو تلاتة. كده خلينا المقام عدد نسبي. لو عندك اختصار اختصر. التلاتة والستة يقبلوا على التلاتة. على التلاتة فيها الواحد على التلاتة فيها الاتنين. يبقى تساوه في الاخر اتنين جزر تلاتة. عندنا قانونين في المترافقين لازم تحفظهني. القانون الاول اللي وهو هسين تربيع زائد اتنين صاد زائد صاد تربيع. اول ما تشوفوا المقدار الكبير ده بتحط بداله سين زائد صاد تربيع. اتي لو مسكت القصده وفكيته فكيته بالقانون. الهو الاول في نفسه. والطاني في نفسه والاول في التاني في اتنين هيديك المقدار ده. كنا بنقول في الحصة عشان تحفظه بسهولة continuum تاخد منها واحدة صاد دوس اتنين تاخد منها واحدة بس صاد. والشارع اللي في النص اللي هي الموجة بتنزل موجة. ابقى المقدار الكبير ده هو عبارة عن سين زاد صاد تربيه. زي وبالزبط هنا. سين تربيه ناجس اتنين سين صاد زاد صاد تربيه. ده لي قانون. السين تربيه اخدت منها واحدة سين. الصاد تربيه اخد منها واحدة صاد. اللي شارع اللي في النص ناجس نزيلها ناجس. ابقى المقدار ده عبارة عن سين ناجس صاد تربيه. دول ينفعونا في المساء لما نيجي ناخد المساء. دي النقطة السابعة نشوف النقطة التامنة. الفكرة التامنة معانا اللي هي الفترات. ودي عندنا منها تلات انواع. فترات مغلقة وفترة مفتوحة وفترة نصف مغلقة. الفترة المغلقة القصيم بيكون وشه من ناحية العددين. تتجرى الفترة المغلقة من واحد لخمسة. معناها الاعداد من اول واحد لغاية الخمسة. والواحد معانا والخمسة معانا. عشان كده بنقول عليها فترة مغلقة. الفترة المفتوحة القصيم بيكونوا مخصمين العددين. تتجرى الفترة المفتوحة من واحد وخمسة. معناها الاعداد اللي بين الواحد والخمسة بس. اللي بينهم. انما الواحد نفسها مش معانا ولا الخمسة معانا. عشان هما مفتوحين. فترة نصف مغلقة او نصف مفتوحة. بيكون فيها عدد مغلق وعدد مفتوح. الفترة من واحد لخمسة معناها الاعداد من اول واحد لغاية خمسة. بس الواحد معانا عشان معلق. انما الخمسة مش معانا عشان مفتوحة. ده انواع الفترات. الفكرة التانية اللي هي العمليات على الفترات. لما التقاطع والاتحاد والفرق. ودي بتيجي بنوعين. ممكن يديك فترة وفترة. وممكن يديك فترة ومجموعة. لما يديك فترتين لازم تمثلهم على خط الاعداد. يعني مديك فترة اسمع سين من سلب اثنين لتلاتة. وفترة اسمع صاد من واحد الى ملنها. عايز سين تقاطع صاد. وسين اتحاد صاد. وسين فرق صاد. وساد شرط. اللي هي مكملة صاد. عشان دول فترتين لازم نمثلهم على خط الاعداد. هنمثل الفترة الاولى من سلب اثنين لتلاتة. تجي عند السلب اثنين وتعمل دايرة. وعند التلاتة وتعمل دايرة. وتوصلهم ببعض. السلب اثنين والتلاتة مفتوحين. خلاص بهم زي ما هم. ما تزللهمش. واكتب عند الفترة دي سين عشان تبع عارفة. فترة التانية اسمع صاد من واحد الى ملنهاية. اعمل دايرة عند الواحد وامشي الى ملنهاية. بس الواحد هنا مغلق. فهنظلل الواحد. واكتب عندي دي صاد عشان تكون عارفة. تعانجي باللي عايزه. في الاول عايز السين تقاطع صاد. قولنا التقاطع بتاخد الدارتين اللي في النص. التقاطع اللي هو الجزء المشترك بين الفترتين. اللي هو هنا من اول واحد لغاية التلاتة. التقاطع بتاخد الدارتين الفى النصر. الواحد نغلق والتلاتة مفتوح. ايبا التقاطع من واحد لتلاتة. الواحد نغلق والتلاتة مفتوح. مطلوب التاني عايزين سين الاتحاد صاد. الاتحاد بتاخد اول اكشمال واخرة كمين. الاتحاد بتاخد كل العناصر. تشوف اول اكشمال واخرة كمين. اخر حاجة هنا السلب اتنين. كل مين ماشي الى مالا نهاية. ايبا الاتحاد من سالب اتنين الى مالا نهاية. ايبا سين اتحاد صاد سالب اتنين الى مالا نهاية وهما الاتنين مفتوحين. مطلوب التالت عايزين سين فرج صاد. وان الفرج ده حسب. سين فرج صاد يعني نحزف صاد. فاحنا عنيجي للرسم ونحزف صاد. هنخبص صاد خالص. دي كده سين ودي صاد. احنا عنخبص صاد خالص. لما تخبص صاد هتفضلك من سالب اتنين لواحد. وخلي بالك في الفرج ولنا الدايرة اللي عالطرف دي بنسيبها زي ما هي. هي مفتوحة سيبها مفتوحة. انما الدايرة اللي في النص بتعكسها. لو كانت مغلقة خليها مفتوحة. لو كانت مفتوحة خليها مغلقة. ابقى الفرج معانا اللي هي الحتة دي. سالب اتنين مفتوحة زي ما هي. والواحدة نعكسها نخليها برضو مفتوحة. ابقى الفرج سالب اتنين وواحد. سالب اتنين عشان عطر في سيبها زي مهان. والواحد يكسع. هي مغلقة خليها مفتوح. اخر مطلوب على عايزين صد شرط. يعني مكملة صد. في الاسدى في المكملة ترسمها الوحدة على خط Senate. صد شرطة هنرسم صد لوحدة على الخط اعداد. هي صد كانت واحد الى ملا نهاية. انا رسمها هنا من واحد الى ملا نهاية. احنا عايزين المكملة. المكملة اللي هو باجي خط الاعداد. هي صد نفسها من واحد الى ملا نهاية. الجزء اللي ما خدناش من واحد لسالب مالا نهاية. المكملة اللي هو باجي خط الاعداد. هيبه من اول واحد لغاية سالب مالا نهاية. سما تيجي تكتب ابدا بالصغير. من سالب مالا نهاية الواحد. وبرضه في الفرج بنعكس الدائرة اللي في النص. لو هي مغلقة خليها مفتوحة. هيبه سالب مالا نهاية الواحد. والواحد هنخليه مفتوح. هيبه سات شرطة بتساوي سالب مالا نهاية وواحد. السالب مالا نهاية دي دايما مفتوح. والواحد كان مغلق هنخليه مفتوح. يبقى في الفرج والمكملة بتاعكسي الدايرة. الدايرة اللي في النص بس. ده النوع الاول في العمليات لما يكون فترة وفترة. لازم تمثله على خط الاعداد. النوع التاني هيكون فترة ومجموعة. تعال نشوف. النوع التاني لما يديك فترة ومجموعة. ويقول لك برضا عايزين التقاطع والاتحاد والفرج. وقلنا في الحصة الاتحاد ده معناه اضافة. اضافة فاحنا هنكفل الفترة. لو الفترة عندك مفتوحة كفلها. مثلا الفترة تلاتة والتسعة. اتحاد المجموعة تلاتة والتسعة. اتحاد تلاتة والتسعة. يبقى انت هتكفل التلاتة والتسعة. التسعة مكفولة وجاهزة. لكن التلاتة مفتوحة فانت هتكفلها. التلاتة هنا مفتوحة هنكفلها. تبقى تلاتة وتسعة. التسعة مغلقة سيبها مغلقة زي ما هي. ابا الابتحال لو الفترة مفتوحة كفلة. الفرج العكس. الفرج معناه حسف. حسف يعني تفتح الفترة. لو الفترة مكفولة فتحها. مثلا الفترة سالب واحد وخمسة فرج سالب واحد وخمسة. فرج سالب واحد وخمسة يعني انت هتفتح السالب واحد والخمسة. الخمسة مفتوحة وجاهزة. ابا انت هتفتح السالب واحد بس. سالب واحد مغلقة تخليها مفتوحة والخمسة مفتوحة نتزلها زي ما هي إبقى في الفرق بنفتح الفترة لو الفترة مغلقة خليها مفتوحة إنما التقاطع ده بتجيب المشترك بتجيب العناصر المشتركة الفترة 2 و 6 تقاطع المجموعة 2 و 4 و 6 التقاطع بتجيب المشترك بتجيب المكتوب هنا وهنا ابدأ بالمجموعة شوف اللي اتنهي الموجودة في الفترة 2 و 6 هدول اللي موجودة بس هنا مفتوحة مفتوحة يعني مش موجودة معان يبقى الاتنين مش موجودة شوفوا الاربع هل الاربع موجودة بين الالتنين والستة أيوه الاربع موجودة بين الاتنين والستة لو مشيت من الاتنين الستة هتعدى على الاربع يبقى نكتب الاربع معا الفارج نفتح الفترة التقاطع بتجيب المشترك دي النقطة التام نتعانى أخذ آخر نقطة معانا في التلخيص آخر نقطة معانا في التلخيص اللي هي القوانين قوانين المكعب والمتوازي والاستوانة والكرة والصفحة دي زي ما هي كده تحفظها لو محفظتهش مش هتحل ولا مثال في التطبيقات لازم تحفظ القوانين دي كلها كويس نبدأ بالمربع نساحة المربع طول الضلع في نفسه المستطيل مساحة المستطيل الطول في العرض محيطه الطول زاد العرض في اتنين الدائرة مساحة الدائرة باي نق تربيق المحيط اتنين باي نق قوانين دي كنا واخدينها في ابتداء اللي علينا السنة دي أول شكل فيهم المكعب المكعب لازم تعرف ان الوجه بتاعه عبارة عن مربع ليه كم وجه ليه ستة أوجه ليه كم جنب ليه أربع جناب عندنا ثلاث قوانين مساحة جانبية وكلية وحجم المساحة الجانبية للمكعب أربع لام تربيق مساحة الكلية ستة لام تربيق الحجم طول الحرف في نفسه في نفسه أو لام تكعيد الشكل التاني متوازم مستطيلات من اسمه متوازم مستطيلات كل وجه فيه عبارة عن مستطيل وأحيانا بيكون مربع لكن في الأغلب الوجه بتاعه عبارة عن مستطيل لذلك كلمة القاعدة اللي موجودة في القانون دي هي عبارة عن المستطيل قانون المساحة الجانبية بالعربي محيط القاعدة في الارتفاق اللي هو محيط المستطيل في الارتفاق محيط المستطيل اللي هو الطول زاد العرض في اتنين في الارتفاق انت هتحفظ القانون دي أسر طول زاد العرض في اتنين في الارتفاق اللي هو محيط المستطيل في الارتفاق المساحة الكلية بتساوي المساحة الجانبية زاد اتنين مساحة القاعدة الجانبية اللي احنا هنجيبها من هنا زاد اتنين في مساحة القاعدة أما الحجم بيساوي مساحة القاعدة في الارتفاق اللي هو مساحة المستطيل في الارتفاق أو لا تحفظه طول في عرض في ارتفاع حجم المتوازي طول في عرض في ارتفاع ثالث شكل الأسطوانة استوانة دائرية القائمة ومن اسمها استوانة دائرية يبقى قاعدتها عبارة عن دائرة أن نستخدم قوانين الدائرة قوانينها نفس قوانين المتوازي إن ساحة الجنبية محيط القاعدة في الارتفاع وإن القاعدة عبارة عن دائرة فأنت أجيب محيط الدائرة لو 2B نقف الارتفاع مساحة الجنبية 2B نقف عين إنت لو حفظت القانون بالعربة تقدر تجيبه بالرموز محيط القاعدة هي محيط الدائرة وتضربها في الارتفاع إنما الحجم مساحة القاعدة في الارتفاع اللي هي مساحة الدائرة B نقف تربيه في عين في المساحة الكلية بتساوي المساحة الجنبية زاد 2 مساحة القاعدة المساحة الجنبية اللي هي دي زاد 2 مساحة القاعدة اللي هي 2 مساحة الدائرة احفظ القانون بالعربي وبعد كده هاته بالرموز. اخر شكل معنا الكرة ودي لها قانونين بس. مساحة كلية وحجم. المساحة الكلية للكرة اربعة باي ناقة اربيع. اما الحجم اربعة على تلاتة باي ناقة كعيد. معلاش هم قوانين كتار شوية بس لازم تحفظهم عشان تعرف تحل المسائل. كده خلصنا الجزء الاول الخاص بالتلخيص. وانستراحة خمس دجاج وندخل في الجزء التاني الخاص بالمسائل. في المسائل هنحاول ناخد تلاتة وتلاتين سؤال. وهن اختصر شوية في الحل ان احنا خلاص عرفنا الفكرة. السؤال الاول. عايزين المعقوس الضرب للعدد جزر تلاتة على الست. المعقوس الضرب يعني انشجل بالعدد. جزر تلاتة على الستة يبدأ بتساوي ستة على جزر تلاتة. ده المعقوس الضرب. لكن ما تسيبوش. لازم نخلي المقام عدد صحيح. عشان تخلي المقام عدد صحيح بتوضروف فيه بسطا ومقاما. هضروفوك في جزر تلاتة وتحت الجزر تلاتة. ستة في جزر تلاتة في ستة جزر تلاتة. جزر تلاتة في جزر تلاتة اخد العدد اللي تحت الجزر بسهو 3 لو عندك اختصار اختصر الثلاثة والستة يجبروا على الثلاثة ثلاثة على الثلاثة في الواحد ستة على الثلاثة فيها الاثنين بيتفضلك في الاخر اثنين جزر ثلاثة هو ده المعكوس الدرب بل معكوس الدرب للجزر ثلاثة على الستة اثنين جزر ثلاثة سؤال التاني نفس الفكرة عايزين المعكوس الدرب للعدد جزر ثلاثة زياد جزر اثنين معكوس الدرب يعني نشكل بالعدد العدد ده مقامه اعتبر واحد احنا هنشكله بمساة واحد على جزر ثلاثة زائد جزر اثنين ده المعكوس الدرب برضو ما تسيبوش لازم نخلي المقام عدد صحيح عشان تخلي المقام هنا عدد صحيح هتضرب في المرافق بدل الزال ده نخليه نقص يبقى نضرب في المرافق اللي هو جزر ثلاثة ناقص جزر اثنين في البسط وفي المقام جزر 3 نغط جزر 2 تعال نضرب 1 في جزر 3 نغط جزر 2 تنزل زماني جزر 3 نغط جزر 2 هنضرب المقامات اضرب الاول في الاول نغط الثاني في التاني عشان دول عددان مترافقة جزر 3 في جزر 3 بتلات نغط جزر 2 في جزر 2 ب2 لو طرحت 3 نغط 2 ب1 اي عدد على الواحد هو نفس العدد يعني هتفضلك في الاخر جزر 3 نغط جزر 2 هو ده المعكوس الضرب بل معكوس الضرب الجزر 3 زي جزر 2 هيكون جزر 3 نغط جزر 2 ده السؤال التاني نشوف السؤال التالت السؤال التالت معنا عايز العدد الغير نسبي المحصور بين 2 و 3 عدد غير نسبي يعني عدد ملوط جزر عشان تجيب عدد غير نسبي محصور بين عددين لازم تحولهم لجزر الاول تحولهم لجزر الزي اللي اتنين دي كان أصلها جزر أربعة التلاتة دي كان أصلها جزر تسعة وإن العدد عشان تخلي فيه جزر ربع ربع التلاتة تسعة وربع اللي اتنين أربعة فاكده هات العدد اللي بين جزر أربعة وجزر تسعة اللي بينهم جزر خمسة جزر ستة جزر سبعة وجزر تماني من اللي موجود في الاختيارات هنا جزر سبعة جزر السبعة فعلا محصورة بين جزر الأربعة وجزر التسعة السؤال الرابع بيقول لي إذا كان جزر التربيع للألف يسوي اتنين جزر ثلاثة عايزيني الألف هنا مديك الناتج وعايز العدد اللي تحت الجزر بقولنا لما يديك الناتج وعايز العدد اللي تحت الجزر بتمسك الناتج ده تربعه عشان ندخل لاتنين جزر ثلاثة تحت الجزر التربيع نربع زي الفكرة اللي وناف التلخيص ساعدوا لنا جزر سيني يسوي خمسة الخمسة لو عايزيني دخلها تحت الجزر التربيع الربع وضربها في نفسه خمسة في خمسة في خمسة وعشري هنا نفس الفكرة اثنين جزر ثلاثة عشان ادخلها تحت الجزر التربيع هربعها إبقى قيمة الالف بتساوي هربع اثنين جزر ثلاثة ربع الاثنين الوحدية وجزر ثلاثة الوحدية اثنين في اثنين باربع جزر ثلاثة بجزر ثلاثة بتلاتة وضرب دول اربعة في تلاتة باثناشر إبقى قيمة الالف اللي هو العدد اللي تحت الجزر بيساوي 12 نفس الفكرة بيقول إذا كان جزر التربية للتسعة يساوي الجزر التكعيبي للسين عايزين قمت السين يعني عايزين العدد اللي تحت الجزر التكعيبي أولا جزر التسعة التسعة لها جزر جزر التسعة تلاتة التلاتة دي عايزين يدخلها تحت الجزر التكعيبي تلاتة عشان تدخل تحت الجزر التكعيبي كعبها وضربها في نفسها تلات مرة تلاتة في تلاتة في تلاتة بسبع عشرين يتبسيني اللي تحت الجزر التكعيمي بتسوي 27 يتبحنا في الأول جبنا جزر التسعة بتلاتة بتلاتة دخلناها تحت الجزر التكعيمي بتسوي 27 كعبناها آخر واحدة شبههم في الفكرة دي بيقولي جزر 27 نضي الجزر 3 يسوي الجزر التربيع لون نغط عايزينون نغط اللي تحت الجزر التربية طب احنا في الأول هنطرح دول والناتج اللي هطلع هدخلوا تحت الجزر التربيع طب نطرح دول إزاي مشاعفة راحهم عشان مختلفين الجامع والطرح لازم الجزور تكون متشابه نقدر نخليهم شابه ببعض همسك السبع وشرين ده فك كان في كانب سبع وشرين تلاتة في تسعة إبه احنا نخلي السبع وشرين دي تلاتة في تسعة التسعة لها جزر تربية مطلحها بر التسعة تطلع بره الجزر التربية بيساو تلاتة تلاتة دي ما لهات جزر تربية تفضل محبوسة تحت الجزر إبه جزر سبع وشرين خلناها تلاتة جزر تلاتة ونزل نوجة جزر تلاتة كده نقدر نطرح عشان هما اللي اتنين شبه بعض الجزر دي اعتبر جاب لي واحد اتطرح المعاملات بس تلاية انابس واحد اتنين وانزل الجزر زي مهو فلما طرحنا دول النات اشطلق اتنين جزر تلاتة همسك اتنين جزر تلاتة دي ادخلها تحت الجزر التربيع العدد عشان تدخلوا تحت الجزر التربيع اربعوا اربع اتنين جزر تلاتة كنا مربعين هنا اتنين جزر ثلاثة لما ربعناها ساوى اتناشر إبا لما اندخلها تحت الجزر التربيع تساوي اتناشر إبا الفكرة ان انا طرحت دول الاول طرحتهم ساوى اتنين جزر ثلاثة الاثنين جزر ثلاثة دخلتها تحت الجزر التربيع ربعناها إبا ما كانوا النغة اللي تحت الجزر ديها تساوي اتناشر ده السؤال السادس تعيشه في السؤال السابع السؤال السابع بيقول لي اذا كان جزر التربيع للألف زي الجزر 18 يساوي 4 جزر 2 عايزين قيمة الالف ده نحلها زي المعادلة انت عايز الالف هنا لازم تخلص من جزر 18 هتودها الناحة التانية بعكس الاشارة هنسب الجزر الاف يساوي 4 جزر 2 تنزل وادموجب جزر 18 الناحة التانية سالب جزر 18 هنطرح دول الاول ما انفحش نطرحهم عشان مختلفين الـ 18 ده اقدر افك تعالي عليها مش هنا وفك شوف كام في كام يديك 18 وعدد ليه جزر تربيا 18 عبارة عن 2 في 9 التسعة لها جزر اطرد التسعة برة الجزر جزر التسعة 3 اللي اتنين ما لها الجزر تنزل تحت الجزر ابقى جزر 18 فكناها 3 جزر 2 تعال نكمل حل المعادل هنزل جزر ألف 4 جزر 2 مالس بدل جزر 18 فكناها 3 جزر 2 كده مقدر نطرحهم عشان شبه البعض نزل جزر ألف يساوي 4 جزر 2 مقص 3 جزر 2 يديك 1 جزر 2 بنترح المعاملات بس المعادلة بقى اسمها جزر ألف يساوي جزر 2 ابقى الألف اكيد بـ 2 لان الجزر يروح مع الجزر الألف بتساوي 2 ابقى احنا حلناها معادلة فكرة بس ان احنا فكنا جزر 18 قيمة الألف ساوت 2 السؤال التاني عايزين العدد التالي في النمط جزر 2 جزر 8 جزر 18 جزر 32 طبع عشان تجيب العدد التالي لازم تفك الاعداد دي كلها جزر 2 دي مقدرش أفكها تاني نزلها زي ما هي جزر 8 شوف كام في كام بـ 8 وعدد ليه جزر تربية الثمانية عبارة عن 2 في 4 اللي 4 عليها جزر فك الثمانتاشر لسه فكنا أفوق عبارة عن 2 في 9 9 عليها جزر فك الـ 32 برضه حاول تخليها 2 في حاجة دي 2 في 9 2 في 4 فالـ 32 خليها 2 في حاجة 2 في كام بـ 32 2 في 16 والـ 16 ليها جزر خطوة تانية العدد اللي ليه جزر أطرده برة اكتبه برة بجزره جزر 2 نزلها زي ما هي طلع الـ 4 برة بـ 2 2 جزر 2 طلع الـ 9 برة بـ 3 العدد يطلع برة بجزر 3 جزر 2 طلع الـ 16 برة بـ 4 ونزل جزر 2 إحنا عايزين العدد التالي لاحظ كده دي تعتبر 1 جزر 2 2 جزر 2 3 جزر 2 4 جزر 2 بل عدد اللي جاي مفروض 5 جزر 2 كل ما نروح نزود واحد بل عدد اللي هنا 5 جزر 2 بس ممكن نخليه شبه الدول يعني مش عايزين نخلي الخمسة دي برة هندخل الخمسة جوه الجزر الخمسة تدخل جوه الجزر التربيع بـ 25 بنربحها بل بنزل جزر 2 وندخل الخمسة بـ 25 قدروا الدول 2 في 25 بيساوي 50 إبّا 5 جزر 2 هي بعينها جزر 50 إبّا العدد التالي هو جزر 50 فاكرةً نحن فكينا كل العدد دي وشفنا العدد التالي ده السؤال التامن نشوف السؤال التاسع الثلاث مسائل الجايين على الاختصار السؤال التاسع بيقول اللي اختصر لأفسط صورة جزر 75 مقص 2 جزر 27 زي 3 جزر 2 في مسائل الاختصار لازم الجزر دي تكون شبه ببعض إزاي نخليهم شبه ببعض همسك كل جزر وفقه فك جزر 75 الواحدية 2 جزر 27 و3 جزر 2 وفي الأخرى هتجمع وتطرع بتاع نفكهم واحدة واحدة هنفك الأول جزر 75 بعد كده 2 جزر 27 بعد كده 3 جزر تلت شوف كام في كام بـ 75 وعدد يكون لي جزر تربيعي الـ 75 عبارة عن 3 في 25 الـ 25 لها جزر تربيعي وشرحنا في الحصص بالتفصيل إزاي نفك العدد ده وإننا بنجرب نكسل مرة على الـ 2 أو 3 أو الـ 4 والـ 5 لحد ما يطلع العدد ليه جزر تربيعي 75 ما تقبلش على الـ 2 75 تقبل على الثلاثة فيها الـ 25 والـ 25 فعلا لها جزر الخطوة الثانية همسك الخمسة وعشرين ده تلاحها بره الجزر والـ 3 ملاهات جزر تبضل محبوسة تحت الجزر 25 تطلع بره بـ 5 والـ 3 ملاهات جزر تنزل تحت الجزر بجزر 75 بعد ما اختصرناها 5 جزر ثلاثة العدد الثاني 2 جزر 27 يعتبر بينهم فيه الـ 2 اللي بره دي مالكش دعوة بيانزلها زي ما هي وتفك السبع وعشرين كان في كان بـ 27 تلاتة في تسعة والـ 9 لها جزر الـ 2 اللي بره هنزلها التسعة لها جزر تطلع بره بـ 3 والـ 3 ده تبضل محبوسة تحت الجزر 9 تطلع بره بـ 3 وننزل الجزر 3 العددين دول اقدر اضربهم 2 في 3 بـ 6 ونزل الجزر 3 باتساوي 6 جزر 3 باتنين جزر 27 خلناها 6 جزر 3 اخر واحدة 3 جزر 3 وانا لما تشوف كسر تحت الجزر بتدخل العدد اللي بره جوهة جزر يعني التل تنزله زي ما هو فيه 3 تدخل جوهة جزر التربيعي بتسعة بنربعها هنضرب دول في بعض في اختصار هنا على 3 فيها الواحد على 3 فيها التلات 1 في 3 بتلاتة فبعد ما اختصرناها تساوي جزر 3 تعني اكتب قيمة كل واحدة جزر 75 خلناها 5 جزر 3 بينهم شرط ناوز 2 جزر 27 خلناها 6 جزر 3 زاد 3 جزر 3 اختصرناها بجزر 3 لاحظ كده كلهم شبه بعض ينفع نطرح او نجمع دي اعتبر جاب لها واحد تطرح وتجمع المعاملات بس 5 ناوز 6 سالب واحد سالب واحد وموجب واحد يساوي صفر بقيمة الكلام ده كله بيساوي صفر نفس الفكرة تاني لكن دي جزر تكعب اي عايز اختصر جزر التكعب الواحد وثمانين زاد جزر التكعب الاربع وعشرين ناوز 3 جزر التكعب الواحد على التسعة همسك كل واحدة فيهم اختصرها نبدأ بالواحد وثمانين كام في كام بواحد وثمانين وعدد يكون ليه جزر تكعيبي احنا هنا شغالين على الجزر التكعبات لو بسمتها على الاتنين متجبلش لو بسمتها على التلاتة فيها السبع وعشرين تبقى نخليها تلاتة في سبع وعشرين السبع وعشرين لها جزر تكعيبي طلحها برة الجزر التكعيبي بجزرها جزر السبع وعشرين تلاتة تلاتة دي ما لهات الجزر تنزل زي مهية هتبه تلعة جزر تكعيب للتلات تاني واحدة اللا 24 كام في كام ب 24 اللا 24 عبارة عن ثلاثة في 8 8 لها جزر تكعيب امسك التمانية طلحها برها 8 تطلع برها الجزر التكعيب ب2 3 دي ملها الجزر تنزل زي ما هي 3 جزر تكعيب الواحد على التسعة فيه هنا كسر ابهندخل العدد اللي بره ده جوه الجزر هتنزل جزر التكعيب الواحد على التسعة زي ما هي التلاتة تدخل جوة جزر التكعيبي ب 27 نكارة اضرب دول في اختصار عال 9 فيه ال 1 عال 9 فيه الثلات 3 في1 ب3 اباتسوا الجزر التكعيبي ل3 تعا نكتب قميتو جزر 81 خلناها 3 الجزر التكعيبي لل3 زاد جزر 24 خلناها 2 جزر التكعيبي لل3 ما جص 3 جزر 1 عال 9 اختصرناها جزر التكعيبي لل3 التلاتة. كده كلهم متشابهين. ينفع نجمع او نطرح. تلاتة زاد اتنين خمسة. خمسة نقص واحد اربعة. بتساوي اربعة جزر التكعيبي للتلاتة. ده السؤال العاشر تعاني اخذ سؤال كمان زي ده. سؤال رقم حداشر هنا كوكتيل. جايب لك فيها جزر تربيع وجزر تكعيبي مع بعض. وعايز يجمع وطرح. طب عشان اجمع وطرح لازم كلهم يكونوا شبه بعض. انت هتمسك كل الاعداد دي تفك اه. تفك جزر التربيع الاتماشر الوحدية. جزر التكعيبي للاربعة وخمسين. اتنين جزر تلاتة دي ما فكوكة وجازة. التلاتة مش هتقدر تفكها تقليل. وخلاص هتنزلها زي ما هي. وهتفك الجزر التكعيبي للستاشر. تعال نمسيكم واحدة واحدة. الجزر التربيع للاتناشر. كام في كامب اتناشر وعدد ليه جزر تربيع. الاتناشر تلاتة فاربعة والاربعة عليها جزر. امسك الاربعة طلحها بره. الاربعة تطلع بره الجزر التربيع باثنين. التلاتة ملايات جزر تفضل محبوسة تحت جزر. كده فكين اقول عادة. هنفك الجزر التكعيب للاربعة وخمسين. شوف كام في كام باربعة وخمسين وعدد يكون ليه جزر تكعيبي. الاربعة وخمسين لو جزر بينก SilverG27 bout Al ​​2. 27. 27 فعلها ليه جزر تكعيبي. امسك السبعا وشرين طلحها بره. تطلع بره بتلاته. ال 2 مالها الجزر التكعيبي تفضل محبوسة تحت الجزر اخر عدد جزر التكعيبي لل 16 كام في كام ب 16 و عدد لي جزر تكعيبي ال 16 2 في 8 امسك الثمانية طلح بر الجزر الثمانية تطلع بر الجزر التكعيبي بال 2 والتي اتنين ده تفضل محبوسة تحت الجزر كده فكناهم كلهم تعالوا نعوض عنهم هنا جزر 12 خلناها 2 جزر 3 بينهم مشارط زاد الاربع وخمسين خلناها تلاتة جزر التكعيبي للتلات بينهم مشارط ناجس العدد ده ينزل زي ما هو واخد ترخيره مختصر ناجس جزر التكعيبي للستاشر خلناها تنين جزر التكعيبي للتنين احنا عندنا غلطة هنا بدل التلاتة دي نخليها تنين عشان احنا طلعنا السبع وعشرين بره بتلاتة وتفضل لك هنا جزر اتنين يبقى الاربع وخمسين عبارة عن تلاتة جزر اتنين كده عدلناهم بتاع نجمع ونطرح هجمع مين مع مين اجمع المتشابه هتجمع الجزر التربيعي مع الجزر التربيعي والجزر التكعيبي مع الجزر التكعيبي لازم تجمع المتشابه تعال نجمع كده اتنين جزر تلاتة وسالب اتنين جزر تلاتة ده العدد ومعكوسه هيروح مع بعض اتنين نقص اتنين بصفر نجمع الجزر التكعيبي تلاتة جزر اتنين نقص اتنين جزر اتنين تلاتة نقص اتنين بواحد ونزل الجزر التكعيبي للاتنين طبعا الواحد ممكن ما نكتبهاش بل فكرة انا اختصرت كل الاعداد دي وعكده جمعت الجزر التربيع مع التربيع والتكعيبي مع التكعيبي ده سؤال 11 بنشوف سؤال 12 سؤال 12 على الفترات بيقول لي حقها السالبة تقاطع الفترة سالب 3 و 2 عايز التقاطع فنمسلهم على خط الاعداد الاول حقها السالبة لعداد السالبة بقولناك تبدأ من الصفر ومشي ناحية السالب ما لا نهاية الاعداد السالبة من سالب ما لا نهاية لصفر بس الصفر تخليه مفتوح عشان هو ولا موجب ولا سالب فترة تانية من سالب 3 ل 2 اعمل دارة عند السالب 3 وال 2 اوصلهم ببعض السالب 3 مغلقة وال 2 مفتوح يبقى ان يكفل السالب 3 ونخلي ال 2 مفتوح هو عايز التقاطع التقاطع عن الجزر المشترك الجزر المشترك بينهم هنا من سالب 3 لصفر وإن التقاطع بتاخد الدارتين اللي في النص فهما من سالب 3 لصفر السالب 3 مغلقة والصفر مفتوح إبه التقاطع بينهم سالب 3 مغلقة والصفر مفتوح سؤال 13 وده ترى كومي بيقولك الجزر التربيع لتسعة زاد ستاشر يساوي ثلاثة زاد نوبة لو واحدة يتصرح هنا هيقولت هو جاب الجزر التربيع للتسعة بثلاثة إبه نجيب الجزر التربيع للستاشر يساو أربع كلام ده غلط لأن انت تحت الجزر هنا في جمع لما يكون عندك جمع أو ترح تحت الجزر لازم تخلصوا الأول يعني لازم نجمع الأول بعد كده نجيب الجزر فإحنا ننزل الجزر ونجمع الأول تسعة زاد ستاشر خمسة وعشرين بعد كده نجيب الجزر الجزر التربيع للخمسة وعشرين يساوي خمسة الناتش سوى خمسة بيقولك الخمسة دي عبارة عن تلاتة زاد نوبة تلاتة زاد كم يدي خمسة تلاتة زاد اتنين بما كانوا موجة هنا اتنين فانت ما تتصرحش لازم نجمع الأول بعد كده نجيب الجزر بالمناسبة مسألة ترقومي دي كنا عاملين حصة مخصوص لمسألة ترقومي مسألة ترقومي جابر ومسألة ترقومي هندسة هسيب لكم الحصتين دول في آخر الحصة ده سوال 13 نشوف سوال 14 الست مسألة جايين على حل المعادلات والمتبينات سوال 14 عايزين مشموعة حل المعادلة سين نظر ستنين تكعيب يساوي 125 اللي مدايجك في المعادلة هنا التكعيب اللي فوق القوس قلنا عشان تخلص من التكعيب بتجيب الجزر التكعيبي اغل التكعيب وهات الجزر التكعيبي القوس ده ينزله زي ما هو مالكش دعوه بي سين ناجس اتنين يساوي هلغ التكعيب واجيب الجزر التكعيبي لمية خمسة وعشرين القوس سين ناجس اتنين ينزل زي ما هو هات جزر التكعيبي لمية خمسة وعشرين اللي هي خمسة كده بجت معادلة عادية خالص أسبت السين وأود السلب 2 الناحة التانية بعكس الإشارة إبقى سين بتساوي 5 السلب 2 تروح بعكس الإشارة موجة ب2 إجمع دول 5 زي 2 سبعة أقنت السين دي هي مجموعة الحل فمجموعة الحل اللي هو عايزة بتساوي 7 كل الفكرة لغيت التكعيب وجبت الجزر التكعيب سؤال 15 عايزين مجموعة حل المعادلة سين تربية زي 4 في سين تربية ماجس 9 عايزة وصفر قلنا في الحصة لما يديك قصين مضربين في بعض ومساويهم لك بصفر هتمسك كل قص فيهم وتساوي بالصفر هتكسم الصفحة نصين وهتساوي القص الأول بالصفر الوحدي والقص الثاني بالصفر الوحدي كنا بنقول لما يديك قصين اكسم الصفحة نصين القص الأول اللي هو عايزين تربية زي 4 هتساوي بالصفر الوحدي والقص الثاني اللي هو عايزين تربية عايز 9 برضه هتساوي بالصفر الوحدي الكلام ده بنعمله لما يديه قصين ومساوهم لك بالصف هنحل كل معادلة لوحدية أسيب بتسين تربيق وأود الموجة بربع نحط تاني بعكس الإشارة موجة بربع تروح سلب أربع عشان ألغي التربيع أجيب الجزر التربيع ما فيه الجزر تربيع لعدد سالب أنفحش نجيب جزر تربيع لعدد سالب يبقى مجموعة الحل هنا فقط نحل المعادلة التانية أسيب بتسين تربيع وأود السلب 9 بعكس الإشارة هتروح موجب تسع ألغى التربية واجب الجزر التربية سأوعى تنسى الموجب أو سالب كنا في المعادلة التربية لازم تحط موجب أو سالب هنزل موجب أو سالب وجزر التسع بيساوي تلاتة إبقى مجموعة الحل اللي هو عايزة بتساوي موجب أو سالب تلاتة ده سؤال خمستاشر نشوف سؤال ستاشر سؤال ستاشر على المتبينات يقول لأوجد سحا مجموعة حل المتباينة 5 نقص 30 أكبر من 11 أول خطوة أسبت السين بالمعامل بتاعه ما تقولش هنا تلاتة سين اسمها سالب تلاتة سين هو دي السين بالمعامل بتاعه اللي هو سالب تلاتة سين أكبر من أنزل الـ 11 الخمسة دي تعتبر موجب أتروح الناحة التانية بسالب 5 تعني طرح الدول أنزل سالب تلاتة سين أكبر من 11 نقص 5 ست آخر خطوة أكسم على السالب 3 أكسم هنا على سالب 3 وهنا على سالب 3 دولة يروحوا مع بعض أتفضل لك سين علامة الأكبر دي نغيرها نخليها أصغر عشان إحنا هنا نكسمنا على سالب وإن لما نكسم معامل سين على سالب لازم نغير علامة التباين أكبر خليها أصغر 6 على سالب 3 فيها السالب 2 كده خلصنا سين أصغر من سالب 2 مجموعة الحل في المتباينة بنكتبها على صورة فتر اللي أصغر من سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 إلى سالب مالة نهاية كده مجموعة الحل من سالب مالة نهاية لسالب 2 السالب مالة نهاية دايما مفتوح والسالب 2 هنا ما فيش علامة أوي ساوي فنخليها برضو مفتوحة لو في علامة أوي ساوي نخليها مغلقة سوال 17 برضو متباينة 5 سين نقص 3 أصغر من 2 سين زائد 9 هنا في المتباينة فيه سين على مين وسين على الشمال هتود السين عند السين والعدد عند العدد بس بعكس الإشارة هتود المتشابه عند بعضين تخلي السينات في طرف والأعداد في طرف هسبت هنا خمسة سين دي في بيتا اللي 2 سين هتروح لها بعكس الإشارة سالب 2 سين نزل علامة التبالي لما ودينا اللي 2 سين هتفضلك هنا التسعة دي تكتب في الأول دي في بيتا السالب 3 هتروح لها بعكس الإشارة موجة بتلاتة هدينا السين عند السين والتلاتة عند التسعة دعنا نترح ونجمع 5 سين نقص 2 سين 3 سين أصغر من 9 و3 12 آخر خطوة هكسم هنا على التلاتة وهنا على التلاتة يبا السين أصغر من 12 على التلاتة فيها الاربعة هجموعة الحل على صورة فترة السين أصغر من 4 الأصغر من 4 3 و2 1 وصفر وسالب 1 إلى سالب مالا نهاية لما تشوف علامة أصغر منت عرف أنك هتمشي إلى سالب مالا نهاية على طول من سالب مالا نهاية الاربعة دي دايما مفتوحة وهنا عشان ما فيش أو يساوه برضو نخليها مفتوحة ده سؤال 17 تعني أخذ مسألتين كمان على المتباينات آخر مسألتين على المتباينات ودول شبه بعض سؤال 18 عايزي حل المتباينة المتباينة دي فيها 3 أطراف تتجرى من النص 2 سين زي 3 أكبر من 1 وأصغر من أوسيا وتسعة المتباينة اللي فيها 3 أطراف بنبدأ على طول من الطرف اللي في النص اللي هو في سين هسبت اللي 2 سين الموجب 3 دي هودها مرة عند التسعة ومرة عند الواحد لكن بعكس الإشارة يعني هننزل في الأول للتنين سين ونزل العلامات التباين زي ما hier الموجب 3 تروح عند الواحد الواحد يتكتب في بيته الموجب 3 تروح بعكس الإشارة سلب 3 التسعة دي ببيتا الموجب 3 تروح بعكس الإشارة سلب 3 تعني طرح الاعداد دي هنزل لتنين سين ونزل العلامات زي ما هوم 1 نجس 3 سلب 2 9 نجس 3 بسين خطوة الثانية اللي مداجي السين اللي 2 فهنكسم عليها هكسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين وهنا على الاثنين الحاجة اللي بتعملها في طرف بتعملها في كل الاطراف الاثنينات دول هيروح مع بعض هتفضلك في نص سين وننزل للعلامات سالب اثنين على الاثنين فالسالب واحد ستة على الاثنين فيها التلات كده سين لوحدة بخلصنا سين هنا بين سالب واحد وثلات ابقى مجموعة الحل الفترة من سالب واحد لثلات السالب واحد مفيش علامة او يساوي فنخليه مفتوح الثلاثة فيها علامة أوسة وفنخليها مغلقة دي هي مجموعة الحال نفس الفكرة هنا إيه الاختلاف في المثلة دي عنديه أطلع زينة المتبينة كلها فيها سينات في أربع سين عطار في خمسة سين فون نص واربع سين كمان عطار فكرتنا إن إحنا عايزين نخلص من السينات اللي على أطراف دي دي أربع سين وده أربع سين نخلص منها إزاي؟ بنضيف المعقوس الجامعي هي مجموعة أربع سين فإحنا هنضيف سالب أربع سين ليه عملنا كده عشان يروحوا مع بعض وهنا برضو هضيف سالب أربع سين وفي النص كمان هضيف سالب أربع سين الحاجة اللي نعملها في طرف نعملها في كل الأطراف طعم نضيف كده أربع سين وسالب أربع سين هيروحوا مع بعض أتفضلك من هنا؟ أتفضلك التلات نزل أكبر من خمسة سين إطرح منها أربع سين أتفضلك واحد سين خمس سينات حوش أربع سينات اتوضل لك سين وهنزل الموجة باثنين أكبر من اطراح أربع سين نقص أربع سين يساوي صفر طبعا الصفر لازم يتكتب نشان فهنسيب الحتة دي فهم كده رجعت زي المتبينة دي بالزبط هنبدأ من الطرف اللي في النص احنا عايزين سين من اللي بداج السين الموجة باثنين او الدي عند الصفر مرة بعكس الإشارة وعند الثلاثة برضو بعكس الإشارة هسبت السين ونزل العلامات دي زماية التلاتة تتكتب دي في بيتها الموجة باثنين رايحة ولها سالب اثنين الصفر يتكتب ده بيته والموجة باثنين يروح بعكس الإشارة سالب اثنين نزل السين ونزل العلامات وترح تلاتة نقص اثنين واحد صفر نقص اثنين هي السالب اثنين كده السين لوحدها بخلصنا سين محصورة بين سالب اثنين واحد يبقى مجموعة الحل الفترة سالب اثنين واحد مفيش هنا علامة أوي ساو فنخلهم هما الاتنين مفتوحين يبقى أي سينات مدايجاك على الطرفين بتضيف المعكوس الجمعي في غير الإشارة لو هي أربعة سين ضيف سلب أربعة سين ولو هي سلب أربعة ضيف موجة بأربعة والحاجة اللي تعملها في طرف تعملها في كل الأطرف ده سؤال تسعتاشر نشوف سوية العشرين السؤال العشرين ده على المترافقات يقولك إذا كانت سين بتساوي جزر ثلاثة زاد واحد بدي متعدلها الجهازة صاد بتساوي اتنين على جزر ثلاثة زاد واحد صاد لازم نعدلها طالما فيها مقام كده لازم نعدلها عايز مطلوبين المطلوب الأول عايز سين تربيع زاد اتنين سين صاد زاد صاد تربيع احنا جلنا المقدار الكبير ده لقانون عبارة عن سين زاد صاد لكل تربيع سين تربيع بناخد منها واحدة سين والصاد تربيع بناخد منها صاد والإشارة اللي في النص تنزل في النص إبه المقدار ده عبارة عن سين زاد صاد تربيع عشان نجيب قيمته هجمح سين وصاد الأول والنتج اللي يطلع نربعه طيب سين عندنا جاهزة لكن صاد لازم نعدلها لازم نخلي المقام عدد صحيح فأوقاته همسك الصاد دي أعدلها عشان تخلي المقام عدد صحيح بتضرفه المرافق هو جزر ثلاثة زاد واحد هنضرف جزر ثلاثة نابس واحد وتحت برق جزر ثلاثة نابس واحد بسط ببسط مقام في مقام البسط كله هننزله اتنين في جزر ثلاثة نابس واحد ننزلهم جانب بعض هنضب المقامات بس جزر ثلاثة في جزر ثلاثة بتلات موجة في سالب بسالب واحد في واحد بواحد هتطرح دول ثلاثة نابس واحد اتنين في اختصار اللي اتنين هتروح مع اللي اتنين هتفضلك مين في صاد هتفضلك جزر ثلاثة نابس واحد كده انت عديلت صاد وعندك سين في المسألة متعدله جهزة هم دول اللي هتشتغل عليهم تعالى عوض احنا عايزين سين زي اتصاد تربيع يعني هجمع سين وصاد الاول والنتج اربع تعالى عوض عن سين وصاد سين جهزة بجزر ثلاثة زائد واحد زائد صاد بعد ما عدلناها جزر ثلاثة ناغص واحد هجمع دول والنتج اربعه تعالى نجمع الاول تجمع الجزر مع الجزر والعدد مع العدد دي موجب واحد وسلب واحد هيروحوا مع بعض اتفضل لك جزر ثلاثة زي جزر ثلاثة يعتبر جابليهم محال جزر ثلاثة وجزر ثلاثة اتنين جزر ثلاثة كده جمعنا تعال ربع ربع الاتنين الواحدية باربعة وربع جزر ثلاثة بتلاتة اربعة في تلاتة باثناشر ابقيمة المقدار ده كله بيساوي اتناشر المطلوب التاني عايز سين صاد على سين مهاج الصاد سين صاد يعني تضرب سين فصاد سين مهاج الصاد يعني تطرح سين وصاد والنتجين تكسمهم ممكن تعملها على خطوطين وممكن تعملها بخط واحد ممكن تجيب سين فصاد الواحدية وتطرح سين مهاج الصاد بعد كده تكسمهم على بعض او ممكن نعرض على طول في خطوة واحد سين فصاد سين عندك في المثلة بجزر ثلاثة زائد واحد فصاد صاد اللي احنا عدلناها جزر ثلاثة نوابس واحد تحت سين مهاج الصاد سين بجزر 3 زاد 1 ناقص الصاد بجزر 3 ناقص 1 خلي بالك ده طرح قلنا الطرح غريت جان في الطرح لازم تعمل قوس بعد علامة الطرح بعد علامة الطرح لازم تعمل قوس لحنا السلب ده اعتبر هنضربه في القوس في الطرح بنغير الإشارات تعال خلص البسط البسط ده ضرب هدرب الاول في الاول ناقص التاني في التاني جزر 3 بجزر 3 بتلاتي موجة في سالم بسالم واحد في واحد بواحد. هنا قبل ما تطرح لازم تضرب السالب في القوس. جزر تلاتة زاد واحد ده تنزل زي ما هي. وهنضرب السالب في القوس. سالب في جزر تلاتة بسالب جزر تلاتة. سالب في سالب واحد بموجب واحد. طوعتين سديد. بعد السالب لازم تعمل قوس. عشان هتضرب السالب في القوس. تعال نخلص المسل. اطرح. تلاتة نضس واحد اتنين. هنا نجمع متشابه عندك دي موجب جزر ثلاثة ودي سلب جزر ثلاثة اروحوا مع بعض هتفضل لك موجب واحد وموجب واحد واحد اتنين اتنين على اتنين فيها الواحد يبقى قيمة الكلام ده بيساوي واحد ده سؤال عشرين نشوف سؤال واحد وعشرين سؤال واحد وعشرين برضو على المترافقه متدق متسين بتساوي جزر ثلاثة زاد اتنين دي متعدل او جاهزة ومديك صد جزر تلاتة اتنين برضو متعدل او جاهزة كالتر خير بنعرفها انا مش متعدلها لما يكون فيها مقاب المهم يتدق متسين وصاد عايز الزوجة المرتب سين فصاد وسين زائد صاد الزوجة المرتب اللي عايزه اسمه سين صاد يعني هنضرب سين فصاد وسين زائد صاد يعني هنجمع سين وصاد ونكتبهم في الزوجة المرتب بانت خطوطين هتضرب سين فصاد وتجمع سين زائد صاد وتكتبهم في الزوجة المرتب بتاع نضرب سين فصاد السين بجزر 3 زال 2 والصاد بجزر 3 نقص 2 دول مترافقاء الأول في الأول نقص الثاني في التام جزر 3 بجزر 3 بتلاتة 2 في 2 ب4 3 نقص 4 بسالب 1 كده اجبنا له سين في صاد تلعت بسالب 1 هنا هنجمع سين وصاد عود السين بجزر 3 زال 2 زائد الساد بجزر 3 نقص 2 اتجمع مفوش مشكلة اش بنغير الاشارات بنجمع على طول اجمع متشابه الموجة باثنين وسالب اثنين هيروح مع بعض هيتفضل لك جزر ثلاثة زائد جزر ثلاثة باثنين جزر ثلاثة كده احنا جمعنا سين وصف هنكتبهم في الجمهورات سين في صاط طلعت بسالب واحد وسين زائد صاط طلعت باثنين جزر ثلاثة طيب السؤال اثنين وعشرين ده على التطبيقات اللي هي القوانين كل المسال الجيعة للقوانين قانون المستطيل والمكعب والسطوانة وهكذا زي ما قلت يا ليازم تكون حافظ القوانين لان المسال مجرد ما تحفظ القانون بتكتب وتعوض فيه في السؤال هنا عايز محيط المستطيل لذي بعداه ثلاثة embarrassed جزر خمسة وثلاثة زائد جزر خمسة بتديك بعد المستطيل اللي هم التطول العرض بتديك اتطول العرض وعايزين المحيط نكتب قانون المحيط Нуوا نعوض فيه محيط المستطيل الطول زاد العرض في اتنين. يعني هجمع الطول والعرض دول واضرف في اتنين. تعال عود. البعدين مدهم لك تلاية تناوب الجزر خمسة زائد تلاتة زائد جزر خمسة. وهنضرف في اتنين. الطول زاد العرض في اتنين. تعال نجمع الاول. سالب جزر خمسة وموجب جزر خمسة يروح مع بعض. اي عدد ومعكوس يروح مع بعض. هتفضل لك تلاتة زائد تلاتة. تلاتة وتلاتة ست. وهنضرف في اتنين. اتنين في ستة يساوي اتناشر. تبه محيطه المستطيل يساوي اتناشر سنطي. ده سؤال اتنين وعشرين نشوف سؤال تلاتة وعشرين. سؤال تلاتة وعشرين على متوازن المستطيلات. اديك متوازن مستطيلات ابعاده جزر اتنين وجزر تلاتة وجزر ستة. اللي هم الطول والعرض والارتفاق. عايزين حجمه. عايزين حجم المتوازن. فاحنا لو حفظين القانون هنكتب ونعوض فيه. حجم متوازن مستطيلات بيساوي الطول في العرض في الارتفاق. يعني هنضرب التلاتة ابعاد دول في بعض. هنضرب جزر اتنين في جزر تلاتة في جزر ستة. اما تيجي تضرب نزل جزر واحد وضرب بعض خالص. اتنين في تلاتة بستة. ستة في ستة في ستة وتلاتين. جزر الستة وتلاتين يساوي ستة. قبل حجم بيساوي ستة سنتيمتر مكعب. صالة اربع عشرين على المكعب. نديك مكعب مجموع اطوال احرفه تمانية اربعين. مجموع الاحرف كلها تمانية اربعين. عايزين حجمه. هو قانون الحجم طول الحرف في نفسه في نفسه. او لم تكعيد. طب احنا عايزين نعرف طول الحرف بكام. نجيب الحرف منين? هو نديك مجموع الاحرف كلها تمانية اربعين. هو المكعب لي كم حرف? ليه ٢١ حرف. ابا انت لو عايز تجيب حرف واحد بس تكسم على ال 12 تكسم المجموع ده على ال 12 يبقى عشان نجيب طول الحرف هكسم المجموع اللي هو 48 والمكعب ليه 12 حرف لو جسبت 48 على ال 12 في هال 4 يبقى طول الحرف اولام يساوي 4 احنا عايزين الحجم الحجم طول الحرف في نفسه في نفسه يعني 4 في 4 في 4 او 4 تكعي هتساوي 64 يبقى حجمه 64 سنتيمتر مكعب سؤال 25 ده العكس يديك مكعب حجمه نفسه ب 64 عايزين مساحته الجانبية طيب من القوانين المساحة الجانبية اللي احنا عايزينها دي قانونها 4 علام تربيئ لازم نجيب طول الحرف الاول اجيبه منين من المعطلة مده لك دايما المعطلة مده لك يبدأ بي يعني مديك الحجم يبدأ بالحجم يبديك المساحة يبدأ بالمساحة وهكذا ومديك الحجم ب 64 ازاي نجيب الحرف وجلنا لمديك حجم المكعب وعايز تجيب الحرف نجيب الجزر التكعيب على طول نجيب الجزر التكعيب للحجم لان قانون الحجم لام تكعيب نجيبك الحجم ناكس therefore 64 عايزين لمبس عشان تخلص من التكعيب تجيب الجزر التكعيب هنجيب الجزر التكعيب للـ 64 يساوي 4 ده كده طول الحرف احنا عايزين المساحة الجانبية قانون المساحة الجانبية اربع لام تربيئ تعالوا عوض في القانون اللام دي سابت بينه مشارط فيه لام تربيئ اللام جبنا باربع ربع الا 4 x 16 هي 4 x 16 هي مربعا. ده السؤال 25 نشوف سؤال 26 سؤال 26 برضو على المكعب. يديك مكعب حجمه اتنين جزر اتنين. عايزين طول حرفه. عايزين اللام. وانا لما يديك حجم المكعب وعايز الحرف هاتي الجزر التكعيبي. هنا هتجيب الجزر التكعيبي لاتنين جزر اتنين. لو مش هتعرف تجيب جزرها ممكن هنا نجرب الاختيارات. ممكن نجرب الاختيارات. هو مديك الحجم نفسه اتنين جزر اتنين. قانون الحجب طول الحرف في نفسه في نفسه. فهتشوف انا اختيار لما تضربه في نفسه تلات مرات يديك اتنين جزر اتنين. تعال نجرب كده جرب اللي اتنين. اتنين في اتنين في اتنين بيساوي تمانية. ما سواش اتنين جزر اتنين. ايبه اللي اتنين غلط. نجرب جزر اتنين. جزر اتنين في جزر اتنين في جزر اتنين. جزر اتنين في جزر اتنين يديك العدد اللي تحت الجزر. هيديك اتنين. ضرب الجزر في روح يدي قروة. بجزر اتنين في جزر اتنين يساوي اتنين. اتنين في جزر اتنين باتنين جزر اتنين. بفعلا الجزر اتنين اللي ما ضربناها في نفسها ثلاث مرات ساوت اتنين جزر اتنين. يبقى طول الحرف هنا جزر اتنين. سؤال سبع عشرين ده اعدايرة. مدك محيط دائرة اربعة جزر خمسة باي. ده المحيط نفسه. اعجب مساحتها قانون مساحت الدايرة باي نق تربيع باي نق تربيع لازم نعرف نص القطر بكام اجب نص القطر منين من المعطلب الدهلك دايما المعطلب الدهلك بتبدأ بيه بديك المحيط بدا بالمحيط بديك المسيح بدا بالمسيح وكذا بديك المحيط نفسه 4 جزر 5 بار هكتب قانون المحيط واسويه ب 4 جزر 5 بار قانون محيط الدايرة اتنين باي نق ده قانون المحيط هتسويب اللي مده لنا اتسويب 4 جزر 5 باي ابقوا في المسيح كم يديني المحيط نفسه كتبت قانون محيط الدايرة وسويته باللي كان مده لنا بتاع نعمل معادلة هتلاحز المعادلة دي فيه هنا باي وهنا باي 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 هيروحوا مع بعض هيتفضل لك هنا اتنين نق وهيتفضل لك هنا اربع جزر 5 عايزين نخلص من الاتنين نكسم عليها اكسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين دول هيروحوا مع بعض يبقى نق بتسوي 4 على الاتنين فيها الاتنين ونزل الجزر 5 يبقى نق ب 2 جزر 5 كده جيبنا نص القطر نقدر نجيب المسيحة اللي هو عايزها قانون المسيحة باي نق تربيه هنعوض باي يا اما تعاوض عنها ب 22 على 7 يا اما تسيبها باي زي ما هي جيبها بدلالة باي هتبدلالة باي اثر في نق تربيه نص القطر اللي جيبنا ده هنربع ربع الاتنين الوحدية وربع الجزر 5 الوحدية ربع الاتنين باربع وربع الجزر الخمسة بخمسة 4 في 5 ب 20 يبقى نق تربيه بيساوي 20 قدر الدور في بعض 20 في باي ب 20 باي يبقى المسيحة اللي عايزها بتساوي 20 باي هكرر الكلمة دي في كل مثال هنعوضه المعطى اللي بيدهه لك هو اللي بتبدأ بديه طيب ده سؤال 27 نشوف سؤال 28 سؤال 28 ده على الكرة بديك كرة طول قطرها 6 سنتي القطر كله 6 عايزين حجمها عايزين حجم الكرة حافظين القانون حجم الكرة 4 على 3 باي نق تكعيد ده قانون حجم الكرة عشان تجيب الحجم لازم يكون عندك نق لو نص الكتر نص الكتر بكام فمدك طول القطر كله 6 القطر كله 6 يبقى نص الكتر بس بيساوي 3 تكسم على الاتنين القطر كله 6 يبقى نصه بتلاتة كده عندنا نق نقدر نجيب الحجم اللي هو عايزه هنعوض 4 التلاتة دي سابتة في القانون باي اما ب22 على 7 او ممكن تنزلها باي زي ما هي عشان انت ملاحظة الاختيارات كلها فيها باي فهاتها بدلالة باي فيه نق تكعيد نص الكتر بتلاتة كعة بالتلاتة بسبعة وعشرين يعني ضربها في نفسها 3 مرات بنزلنا 4 التلاتة ونزلنا باي ودربت النق في نفسها 3 مرات تعا نضرب دول اختصر عالتلاتة فيها الواحد عالتلاتة فيها التسعة اربعة في تسعة ستة وثلاثين باي كبال حجم ستة وثلاثين باي اللي هو الاختيار التالت سؤال تسعة وعشرين العكس نديك كرة حجمها نفسه 500 على الثلاثة باي عايزين طول نص القطرها عايزين نق هجيب نق من اين من المعطلب الدهلك نديك حجم الكرة نفسها 500 على الثلاثة باي فحنا نكتب قانون الحجم واساويه 500 على ثلاثة باي قانون حجم الكرة 4 على ثلاثة باي نق تكعي ده قانون الحجم مديك الحجم نفسه 500 على ثلاثة باي فهساوي القانون 500 على ثلاثة باي كتبت القانون وساوته بالنم الدولي هنعملها معادلة باي هتروح مع باي باي هتفضلك من هنا 4 على ثلاثة نق تكعي هتفضلك من هنا 500 على ثلاثة ممكن كمان تقولي التلاثة تروح مع التلاثة او لو عايز تخلص من الكسر اللي هو 4 على ثلاثة تضرب في المعكوس الضربي اللي هو 3 على الاربع والنحية التانية برضو في 3 على الاربع دول هيروحوا مع بعض اهتفضلك نق تكعيب يساوي التلاثة هتروح مع التلاثة هتفضلك 500 على الاربع 500 على الاربع فيها 125 يبقى نق تكعيب ب125 عايزين يجيب نق بس الغي التكعيب وهات التجزر التكعيبي يبقى نق بس بتساوي الجزر التكعيب ب125 يساوي 5 يبقى طول نص القطر اللي عايزه Roger 5rat هتلاقي معظم مسال التطبيقات معتمدة على المعادلات. بنعمل معادلة من المعطلة من الدهلنا وبنحل المعادلة دي بنجيب المجهول اللي هو عايزه. ده سؤال تسعة وعشرين نشوف سؤال تلاتين. اخر اربع مسال معانا على الاستوانة. سؤال تلاتين عايز المساحة الجانبية الاستوانة دائرية طول نص قطر قعدتها سبعة. اديك نص القطر بيساوي سبعة. وارتفاع هيساوي خمسة. اديك عين تساوي خمسة. او عايزي في المسالة عايزي المساحة الجانبية. دي مباشرة. لما عايزي المساحة الجانبية نكتب قانون المساحة الجانبية ونعوض فيه. مساحة الجانبية للصورة يساوي محيط القاعدة في الارتفاع. اللي هي محيط الدائرة. هاتي الدائرة اتنين باي نق في الارتفاع. اكتب القانون وعوض فيه على طول. اللي اتنين سابتة في القانون. والباي هننزلها زي ما هي. نق اللي هو نص القطر. مده لك بسبعة في عين والارتفاع مده لك بخمسة بده تعود مباشر هتضرب الاعداء اثنين في خمسة بعشر عشر في سبعة بسبعين إبا بتساوي سبعين باي إبا المساحة اللي عايزة بتساوي سبعين باي سؤال واحد وثلاثين مديك استوانة دائرية قائمة حجمها تسعين باي مديك الحجم نفسه طالما مديك الحجم أو المساحة أو المحيط تعرف أنك تعمل معادلة مديك الحجم تسعين باي وارتفاحها عشرة عين بتساوي عشر عايزين طول قطر قاعدتها عايزين القطر كله طبعا احنا هنجيب نص القطر الاول بعد كده هنجيب القطر كله هجيب نص القطر من اين من المواطنة مده لك يديك الحجم ابدأ بالحجم يديك الحجم تسعين باط هكتب قانون حجم الاستوانة وسويب تسعين باط الحجم مساحة القاعدة في الارتفاع اللي هو مساحة الدايرة باي ناق تربيع في الارتفاع ده قانون الحجم يديك الحجم نفسه تسعين باي إبه هساوي الكلام ده بتسعين باي اعملها معادلة باي مع باي هتفضلك ناق تربيع في عين ناق تربيع دي احنا اللي عايزينا في عين تربيع في عشرة بتسعين عايزة اخلص من العشرة دي اكسم عليها تكسم هنا على العشرة وهنا على العشرة مفعش تقول اود العشرة بعكس الاشار عشان ده ضرب طالما ضرب يكسم عليه العشرة هيروحوا مع بعض يبقى نق تربع بيساوي 90 على 10 فيها التسعة نق تربع بتسعة نق بس نجيب الجزر جزر التسعة بيساوي 3 يبقى نص القطر 3 احنا مش عايزين نص القطر احنا عايزين طول القطر كله والله نص القطر بتلاتة يبقى القطر كله بست تضروف اتنين النص بتلاتة يبقى القطر كله بست ده سؤال واحد وثلاثين تعني اخد اخر مسالتين في الحصة. اخر مسالتين معانا برضو على استوانه. سؤال اتنين وثلاثين بديك استوانة دائرية حجمها مية خمسة وعشرين باط. بديك الحجم نفسه. ومديك معطى هنا ان ارتفاحه يساوي طول نص قطرها. ارتفاحه اللي هو عين يساوي طول نص قطرها اللي هو نق. بديك عين يساوي نق. فاحنا عايزين نص القطر. طب اجيبه منين? اجيبه من المعطى اللي مديك الحجم بمية خمسة وعشرين باط. فهتكتب قانون الحجم وتساويه مية خمسة وعشرين باط. حجم الاستوانة باي نق تربية في عين. ده قانون الحجم. مدهلك بمية خمسة وعشرين باط. ايبا هنساويه بمية خمسة وعشرين باط. اعمل معادلة. باي تروح مع باط. هتفضل لك هنا نق تربيع في عين يساوي مية خمسة وعشرين. في المسلة مش مديك ولا نق ولا عين عشان تعاوض عنهم. بس مديك معطة ان عين تساوي نق. الارتفاع يساوي نص القطر. فاحنا ممكن نحوش عين ونحط بدلها نق. او العادس ممكن نحوش نق ونحط بدلها عين. فانت هتجي في المعادلة دي ممكن نحوش عين وحط بدلها نق. اه نق بتساوي عين. حوشت عين وحطت بدلها نق. هنضربهم فبعض. نق تربيع في نق يديك نق تكعيب. دي يعتبر قس واحد. عند الدر بنجمع الاسس. 2-1-3. ونساوي الكلام ده بمية خمسة وعشرين. نق تكعيب بمية خمسة وعشرين. حوش التكعيب وهتجزر التكعيب. ايبا نق بس. ساوي الجزر التكعيب المية خمسة وعشرين بتساوي خمسة. البطول نص القطرة اللي احنا عايزينه بيساوي خمسة. اخر سؤال معانا. مديك اسطوانة مساحيتها الجانبية اربعمائة واربعين. ديك المساحة الجانبية نفسها. وارتفاحها عشرة. اديك عين تساو عشر. عايزين حجمها. ومديك باي دقي ماتها باتنين وعشرين على السابعة. انت عايز مين في المسلا عايز الحجم. اكتب قانون الحجم. حجم الاسطوانة اللي نفوق باي نق تربية في عين. ده قانون الحجم. هتعوض فيه. الباي بيقول لك اتنين وعشرين على سابعة. العين اللي ارتفاع عندك بعشر. لكن ما عندكش نق. لازم نعرف نص القطر بكاما عشان نجيب الحجم. هجيب نص القطر من اين? من المعطى اللي هو متدهلك. دايما المعطى اللي بيده لنا ابدأ بي. فمديك المساحة الجانبية اربعمائة واربعين. هكتب قانون المساحة الجانبية واسويه بربعمائة واربعين. قانون المساحة الجانبية محيط القاعدة في الارتفاع. اللي هو اتنين باي نق في الارتفاع. ده قانون المساحة الجانبية. هو متدهلك بربعمائة واربعين. يبقى نسويها بربعمائة واربعين. هنا مش ينفع نقول باي تروح مع باي. عشان هنا في باي وهنا مفيش. فوق قلنا باي تروح مع باي عشان كان فيه هنا باي وهنا باي. طب هنا باي مش هتروح مع حاجة بلازة بتعوض عنها اللي اتنين دي هتنزل الباي بنعوض عنها باتنين وعشرين على سبعة نقمة نعرف هواش هي اللي عايزينها اصل عين اللي هو الارتفاع ميددوه لك في المثلها بعشر وانساوي الكلام ده بربع مية واربعين هنحل المعادلة ده عشان نعرف نص القطر بكام نحلها ازاي؟ تعالى نضرب الاول هدرب اتنين في اتنين وعشرين على سبعة في عشر هتضرب البسط كله ببعض دي اتنين وعشرين باربع واربعين اربع واربعين في عشر بربع مية واربعين السبعة دي في المقام تنزل زي ما هي ونزل نق ونسويهم بربع مية واربعين عايزة اخلص من الكسر ده تضرب في المعكوس الضربي هنا سبعة على ربع مية واربعين وهنا برضو سبعة على ربع مية واربعين دول كله ما يروح مع بعض اتوضلك هنا نق ربع مية واربعين تروح مع ربع مية واربعين اتوضلك هنا سبعة يبقى نص القطر اللي احنا عايزينه بيساوي سبعة كده نقدر نجيب الحجم اللي هو عايز قانون الحجم باي نقطة ربيعين تعا نعوض باي باتنين وعشرين على سبعة فيه نقطة ربيع نص القطر بسبعة ربع السبعة بتسعة وربعين فيه العين اللي هو الارتفاع من دهلنا بعشرة هتضرب الكلام ده بالآلة النتجة يطلع معك 1540 إبقى الحجم اللي عايزه 1540 سمت متر مكعب كده الحمد لله خلصنا مراجعة الوحدة الاولى هتلاجوا كل حصص المراجع في القائمة اللي بتظهر هنا دي هتلاجوا فيها مراجعات جزئية ومراجعات نهائية وكمان هتلاجوا فيها حل نمزج الكتاب وبعض من امتحانات المحافظات زي ما قولت المراجعات بتكمل بعضيها فقاليت نسمع منها على جد مندر لو عايزين مراجعة زي لي على الوحدة التانية ولولي في التعليقات أشوفكم الحصة الجاية إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة